السلام عليكم حياكم الله معكم أخوكم طارق الجاسر وفي هذا الفيديو بتكلم كيف نحمل ويندوز 11 بدون ما نحتاج إلى مصادر خارجية خصوصا إذا كان الكمبيوتر أو اللابتوب عندنا يدعم TPM2 Trusted Platform Module أو اللي هي منصة الموثوقية والحماية وهذه قطعة شب صغيرة تربط في الماذربورد في بعض الأشخاص يقدر يطور جهازه عن طريق شراء هذه القطعة واستبدال القطعة الإصدار السابق بالإصدار رقم 2 لكن كثير من الأشخاص ما يدري أن اللابتوب عنده أو الكمبيوتر يدعمها أساسا أو أنه محدث لكن تحتاج إلى تفعيل الطريقة بسيطة وسهلة نتكلم كيف تحمل ويندوز 11 أو ويندوز 11 وبنتكلم أيضا عن تجربة المميزات والمواصفات أنا اخترت لكم اللابتوب اللي أستخدمه اللي هو الثينك بوك من لينوفو وتذكرون قبل سنة حطيت مراجعة لهذا اللابتوب وكيف هو يتحمل العمل الشاق ومخصص لقطاع الأعمال فبالنسبة لي كاستخدام شخصي وضغط في العمل في التطبيقات في كتابة المحتوى كل هذه الأمور كانت مهمة بالنسبة لي عدلت عليه بعض الصور بعض المنتاج البسيط مواصفات الجهاز طبعا يجي ألترا ثن بلون رمادي وشاشتها 13.3 بوصة عندنا زر التشغيل مدمج مع زر البصمة المعالج فيه أنتل كور i7 ومن الجيل العاشر بالإضافة أنه الرام يوصل فيه إلى 16 جيجا بايت وفيه أيضا أنواع لمساحات التخزين 256 في 512 في تيرا وغيرها نظام تشغيله اللي موجود فيه الويندوز 10 برو لكن بنغيره الآن إلى ويندوز 11 برو خلونا على الحين نبدأ في شرح طريقة كيف نحول هذا الجهاز من ويندوز 10 إلى ويندوز 11 في البداية كل شركة مصنعة لكمبيوترات لها طريقة مخصصة أننا ندخل على البيوس البيوس اللي هي الشاشة اللي أول ما نضغط زر تشغيل الجهاز يفتح معانا الجهاز على طول عد في بعض الشركات اللي أول ما تشغل الجهاز تضغط دليت تعلق عليه في بعضهم F12, F8 أو F2, Escape أو Tab وبحط لكم صورة توضح أغلب الشركات كيف نفتح البيوس لكن بوريكم شغلة هنا لما ندخل على الويندوز Update مثلا نكتب هنا Check for Updates لو نلاحظ هنا يقول This PC doesn't currently meet all the system requirements أن الجهاز عندك ما يتوافق مع متطلبات النظام اللي هو ويندوز 11 في أداة نقدر نحملها من موقع الويندوز وبحط الرابط في الوصف هذه الأداة اسمها BC Health Check وهي اللي تشيك على الجهاز هل فيه TPM2 هل سعة التخزين كذا هل الرام كذا وكذا نضغط على Check Now زي ما تشوفون عندنا بالشاشة See the Results أو نشوف النتائج يقول لي كل شيء متوافق عندك ما عدا اللي حط عليها البرتقالي هنا أو علامة تعجب يقول لي TPM2 must be supported and enabled on this PC طريقة سهلة بشرحها الآن لكم هذا هو الجهاز قبل ما نقفله ونسويه لرستارت خلنون نضغط Properties عشان نشوف مع بعض وش هو نظام الويندوز نظام الويندوز هنا يقول لنا الويندوز 10 Pro يلا نبدأ الحين نسوي رستارت للجهاز ونعلق على زر هذي رستارت نعلق على زر الديليت أوكي أول ما علقت على زر الديليت أول ما اشتغل الجهاز نختار الحين App Menu عشان ندخل على الستاب للبيوس بعضكم أو كثير من الشركات على طول يدخل على البيوس نروح عند الخيارات عندنا هنا Information Configuration تمام؟ وعندنا Security لما ندخل على Security بنلقى Security Chip أو رقاقة الحماية فيه أيضاً في كثير من الأجهزة أيضاً ممكن نلاقي TPM زي ما هي ندخل عليها ونختار Enable خلاص كده فعلناها نروح الحين Exit and Save Yes خلاص الجهاز بيسوي لنا رستارت الحين وبيقول لنا أنها مفاعلة من مميزات أيضاً الجهاز الآن أني أقدر أكفل كاميرا السيلفي أو الكام من الشتر اللي موجود هنا وهنا الكيبورد أيضاً لو تلاحظون فيها إضاءة LED هذه هي الكيبورد نرجع الحين نفتح PC Health Check خلنا نشوف وش بيطلع لنا النتائج نضغط Check Now طلحها كلها باللون الأخضر وجهازك الآن يقول جاهز ومستعد للتحميل والتحديث لWindows 11 لو نسوي الحين ندخل على Check For Updates أو تأكد من التحديثات بنلقى أنه الرسالة ما زالت موجودة بس خلوني أسوي الحين Download للتحديثات اللي طلبها وبرجأ لكم بعد ما أحمل التحديثات اللي يطلبها الجهاز حتى تظهر لنا أنه سيتم تحميل الWindows 11 وأول ما ندخل على الUpdate راح نحصل موجود عندنا أنه الجهاز بدأ يحمل الWindows 11 طيب خلوني أرفع إضاءة الشاشة كويس نروح الحين عند Windows Update التحديثات الصحيات تجربة Windows 11 ون務eria تجربة windows 11 دمجر multى أضع إلى وفروز 11 وصل إلى وفروز 11 سوف ن cũngfter أجربك إلى وفروز 11 اللي ممكن نحملها من موقع ويندوز تقريبا ما في فروقات كبيرة لكن هذه الطريقة الأضمن والأسرع والأسهل وهي اللي تكون طريقة مباشرة ما بين جهازك وما بين سيرفرات الويندوز فراح يعطي لك الويندوز تحمله على الكمبيوتر بدون ما تضطر أنك تجيب الويندوز في فلاش وبعدين تحطه في الجهاز وكذا طريقة شوي يعني معقدة خصوصا على الأشخاص اللي ما عنده المعرفة الكافية في مواضيع التقنية أو في الأبغريد وتحميل الويندوز مع أنها الآن أصبحت بسيطة جدا وسهلة خصوصا مع الأوامر صارت أغلبها بالماوس والكيبورد في التعامل وصل الآن 5% بعد ما يخلص نرجع إن شاء الله ونستعرض مواصفات ومميزات الويندوز 11 ورجعت لكم بعد تحديث الويندوز 11 طبعا لازم تحطون في اعتباركم كل الطرق الآمنة للتحديث طالما أنه لابتوب لازم نربطه أو نشبكه في الشاحن ونحافظ على إنه الويندوز ما يطفى أو الجهاز لأن هذا ممكن يعني يسبب مشاكل في النظام في تحميل التطبيقات زي ما تشوفون بسم الله ما شاء الله اشتغل الحين الويندوز طيب هذه واجهة الويندوز 11 نرجع ثاني مرة ندخل على ويندوز أبديت شك يور أبديت هنا ويندوز أبديت سيتنجز طبعا تختلف الشاشة عن الشاشات السابقة هنا يقول لي فيه تحميل للأنتي فيروس وأيضا تحميل لدوت نت فريموير طيب وش المختلف في الويندوز 11 عن الويندوز 10 فيه اختلافات أولها الشكل اللي تشاهدونه أمامكم طبعا الخلفيات تغيرت عندنا الخلفيات هذه زي اللي تلاحظونها نختار على Personalize هنا عندنا كل الخلفيات والأشكال اللي ممكن يعني ممكن يكون الويندوز شكله Dark أو نبغاه Light نبغاه نصف وسط يعني بين وبين وكذا أنا أعجبني الشكل الأساسي للويندوز 11 كهذه خلفية طيب الخلفيات اللي موجودة فيه حية ومتحركة بالإضافة أنه من حمله نلقى بداخله الأوفيس سكايب أعتقد استبدل الآن بالشات اللي هو برنامج Teams Microsoft Teams وفعلا برنامج Microsoft Teams من أجمل البرامج اللي إحنا استخدمناها خصوصا مع الجائحة في الاجتماعات وفي التعليم وغيرها طيب الويندوز 11 أيضا يدعم لنا التحكم بالأجهزة المنزلية الويندوز 11 صار مدعوم بالأوتو HDR اللي تعطي إضاءة وألوان محسنة لمحبي الجايمينج الحين عندنا الإكس بوكس هذا البرنامج نقدر نحمل ألعاب عن طريق الإكس بوكس ويكون عندنا إكس بوكس باس اللي هي خدمة دفع شهري ونقدر نحمل كل الألعاب اللي موجودة فيها حين أصبحت فوق المياه وأكثر من اللعبة هذه تطبيقات مدمجة هذه بعض المواصفات الشكل اختلف لو نضغط بالأسفل على مثلا قائمة التاسك بار رح يطلع لنا الواي فاي البلوتوث والأير بلين مود أو وضع الطائرة عندنا وش نبغى الوضعيات نبغى يغلق لنا التنبيهات أو نرجحها فوكس وغيرها البطارية وفي باتري سيفر اللي يحافظ على الطاقة والبطارية مايكروسوفت ستور نحطين فيه أغلب البرامج والتطبيقات اللي نحتاج نحملها والحين أفضل من أن الواحد يدخل على مواقع ويحمل برامج أو تطبيقات خلاص صارت موجودة في هذا المتجر بكل سهولة نقدر يعني بضغطة زر نحمل ونسوي أبديت للبرامج من الخيارات أيضا اللي هو المالتي تاسكنج أو تقسيم الشاشة يعني لما نحط الماوس على المربع يطلع لنا كيف تريد تقسم الشاشة فبقول له أبغى على الجهة اليسرى على طول يحطه على الجهة اليسرى نفتح مثلا موقع طارق الجاسر خلاص قسم لنا الشاشة وهذه المالتي تاسكنج نقدر أيضا أننا نقسمها إلى ثلاث أو إلى أربع شاشات قائمة إبدأ أو ستارت أصبحت متوسطة ذيس بي سي لو ندخل عليه الأيقونات كلها أصبحت يعني محدثة برسوميات جميلة نعتبر أنه هذا الفيديو كيف نحدث على الويندوز 11 بالإضافة تجربتي باستخدام اللينوفو ثينك بوك لمدة سنة كاملة اللي حاب يستفسر من وين نحصل على هذا اللابتوب بحط لكم الرابط موقع أعمال هب موزع مؤتمد من شركة لينوفو السعودية للكمبيوترات خصوصا اللابتوب المخصصة للأنتربنور أو قطاع الأعمال كان معاكم أخوكم طارق الجاسر وألتقيكم في مراجعات أخرى وفي أمان الله